احبوا اعداءكم هذا النوع من المحبة لازم تكون مولود من الله عندك الطبيعة الالهية عندك هذا التغيير الداخلي اللي بيعطيك القوة انك تقدر تحب الاخرين وتحب الاعداء هذا النوع من المحبة هي الشهادة عن المسيح هذا النوع من المحبة هو تتميم نموس المحبة لانه كل النموس هو بكلمة وحدة تحب قريبك فاذا هذا النموس هذا الشريعة اللي بعلمنا اذا انت بدك تحب الله اللي مش شايفه كيف بدك تحب اخوك اللي انت شايفه وبرسالة يحنى يقول من يبغد اخاه فهو قاتل نفس ومن يبغد اخاه يبقى في الظلمة في الموت فاذا هذا الشيء مهم جدا بيتكلم عن الدوافع من جوا لما الدوافع من جوا تغيرت بيصير عندي منظار رؤية بتختلف عن الرؤية اللي انا كنت بنظر اليها من زمان لكن اليوم في محبة المسيح استطيع ان امارس هذه المحبة تحب قريبك وتبغد عدوك فهذه كانت يعني عبارة عن شرح لقوانين كثيرة نصوها ووصلوا لهذا الاستنتاج مع انه محبة حتى الاعداء واردة في العهد القديم حتى اسمع ما يقول كتاب اذا صدفت ثور عدوك الثور عدوك او حمارا شاردا ترده اليه يعني حتى اللي مش ملكك ملك عدوك بترجع له اياته طبعا مكتوب لا تنتقم ولا تحقد على ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك يعني بتحبه بالزب كيف انت بتحب نفسك اذا انت وصلت الى هذا النوع من المحبة عينيك بتتغير قلبك بيتغير بصير نير بصير بسيط بصير مستنير بتصير تنظر لكل شيء من حولك من خلال محبة المسيح ترجمة نانسي قنقر